اهلا بيكم من جديد وفقرة ريمون تادا الحقيقة من بداية البرنامج وإحنا دايما بنتكلم وبعض الأشخاص اللي بنستضيفهم هنا بنكن لهم تقدير واحترام وهم لما بيكونوا بيقدروا النادي الأهلي وبيحترموه والبعض الآخر بنستضيفهم هنا نعقب على كلامهم وعند ما قولة واضحة جدا إن احنا لما بنستضيفهم هنا ليس من قيمتهم بل من قيمة النادي الأهلي والبعض يكتسب قيمة من التناول أو التجاوز في حق النادي الأهلي لا يستحقها أحدهم يخرج وما عندناش أي مشكلة إطلاقا مع أي حد يشوف في النادي الأهلي أي انتقادات ولكن يتعامل بركي في اختيار الكلمات لكن ما حدث على قناة نادي الزمالك كان يجب إننا يكون معنا وقفة ووقفة قوية جدا لأن النادي الأهلي قيمة كبيرة ومن يجهل قيمة النادي الأهلي يقلل من شأنه هو لا من شأن النادي الأهلي أحمد عفيفي مقدم في برنامج على قناة نادي الزمالك طلع يتكلم عن النادي الأهلي نشوف الفيديو عشان عندنا تعقيب مهم جدا من قيمة النادي الأهلي فاز الزمالك اليوم على المصري في مباراة ملحمية لكننا مش هننسى إن الزمالك هيلعب كمان بعد المباراة دي يوم 27 ثم يوم 30 ولو فوزنا إن شاء الله على الإسماعيلي هنلعب كمان يوم 4 يونيو في كاس مصر علما بأن ما احنا مش هننسى مش عشان قلناها مرة هنروح ننام وننسى لا مش هننسى علما بأن بنهاية شهر 5 هيكون الزمالك لعب 6 ماتشاط في الدوري 6 في الدوري أكتر من الأهلي بالإضافة إلى جولة في الكاس أكتر من الأهلي السؤال الذي حير الملايين طبعا مش هتكلم بقى عن فكرة تكافؤ فرص وفراتين بي نفسه فطبعا الكلام دي هنحن مفروض نكون سنة يعني دي رفاهيات دي مشاكل عالم أول مش هنحن مفروض نتكلم عنها أصلا لكن خلينا نتكلم بالأرقام إنسى بقى تكافؤ الفرص وإنسى إنسى أرقام 6 ماتشاط أكتر وإحنا بنلعب دوري ففي مرحلة ما في لحظة ما من عمر البشرية الأهلي هيحتاج يعوض 6 ماتشاط دول عشان يبقى لعبين قد بعض هيعوض إمتى وهيعوض إزاي هتحط له ماتش كل يومين مثلا هيعايت وحتعمله اللي هو عايزه دي قصة حياتنا قصة حياتنا يعايت تعمله اللي هو عايزه حتى لو كان بيغير لايحة بطولة حتى لو حتى لو حتى لو أي حاجة بيعايت بياخد اللي هو عايزه فأنتا مش هتعمل كده مش هتضغطه هتحطه في رنج طبيعي من المباراة لما يكون بيلعب الرنج الطبيعي من المباراة دي أحنا هنكون بناعمل إيه؟ أنا دوري إيه في الفيلم ده؟ كان ممكن يكون السؤال منطقي فكان ممكن يتم التجاهل أو يكون الرد بشيء منطقي وإحنا هنا معتدين عن الرد بما هو منطقي أما فكرة المصطلح اللي تقال عن النادي الأهلي فأنا قلت ده مش تقليل من قيمة النادي الأهلي ده شخص غير مدرك لقيمة النادي الأهلي وهنا بنضع الصورة أمام المجلس الأعلى الإعلام وأمام اللجنة اللي بتدير نادي الزمالك اللي لسه أشدنا بيها في بداية الحلقة وقلنا إن سلوك طيب فكرة التهنئة للنادي الأهلي بالحصول على السوبر الكابتن حسين لبيب أيضا عمل سلوك طيب من يومين لما بعض اللاعبين موليد 2003 طلعوا احتفلوا على طريقة شيكبالة بالخروج عن النص كان في عقوبة ليهم والأحد المسؤولين في الجهاز الفني نتوسم نتوسم في الكابتن حسين لبيب يضع حدا للتجاوزات فيه داخل قناة نادي الزمالك تجاهنا الآن ده بخصوص الجملة السلبية عايسو الحاجة فيه تعقيد طبعا يا أحمد لأن جملة زي دي لا يمكن أن هي تتقال على الشاشة وإحنا عاديين والواحدة تجاوزها وحازو حزوك ومش حرد على اللفظ نفسه لأن اللفظ ده على شاشة النادي الأهلي لو أنا ردت عليه أعتقد الرد حيكون قاسي بس مش هينفع على شاشة قناة النادي الأهلي بس دكتور أحمد خالي التوفيق لمقولة بتتكلم أن البعض بيجبرك أن تصمت من اللي شمئزاز ويعتقد أنه هو أفحمك ولكن هو ما قالش أي حاجة هو أفحمك بيها هو فعلا أصرش مئزازك وده اللي حسيته لما سمعت اللفظ ده لأن إحنا فعلا مش هنقدر نرد فيه مش لأننا ما عندناش رد إحنا عندنا رد قوي قوي ورد ممكن يوجع ورد ممكن يزعل ورد ممكن يخلي حد يكسف يطلع على الشاشة تاني وأنا بعني اللي بقوله كويس قوي بس لأننا جوا مؤسسة يا أحمد زي ما أنت قلت بتجبرنا أن إحنا على الشاشة ما نقدرش أن إحنا نرد عليك بنفس منطقك لأن إحنا نبقى صغيرين قوي ولو في حد صغير قوي ما ينفعش أنت كمان تبقى صغير زيه أما اللي يخص يا أحمد حقوق النادي الأهلي واللي يخص المغالطات اللي قالها أعتقد عندنا كثير من رد بس كان لازم أعقب على اللفظ اللي تقال ده لأنه هو تقال على النادي الأهلي وإحنا اللي اتنين قاعدين بالتأكيد يا فارس والحقيقة هو عنده سؤال منطقي هو أنا هقعد أتفرج لما نادي الأهلي يلعب مؤجلاته ده رقم واحد هو أنا ليه مضغوط كنادي الزمالك وبالعب مبارياتي في الدوري ده رقم اتنين خلينا في السؤال الأول هو أنت كده كده كنت أتقعد في فترة من الفترات تتفرج صحيح إما إنك تقعد تتفرج والنادي الأهلي بيلعب كأس العالم للأندية وتقعد معاك باقي الفرق تنتظر عودة النادي الأهلي وهو بيمثل القرى المصرية أفضل تمثيل على مستوى عالمي وإما إنك تستكمل هذه القاعدة قدام مباريات النادي الأهلي في دور التمانية وهو بيلعب ساندوينز وكمان هيطلع على قطر بيلعب على السوبر الأفريقي عندك حل إنك تتفرج الأوقات دي تقعد كده وتقعد تتفرج على النادي الأهلي هل التاني إن وقت ما يتم توقف الدوري تقعد تتفرج على النادي الأهلي وهو بيلعب مبارياته المحلية فأنت اختار إمتى بالزبط محتاج تقعد تتفرج على النادي الأهلي لأن أنت كده كده هتقعد تتفرج على النادي الأهلي لأن أنت طموحاتك انتهت عند دور المجموعات في دوري أبطال أفريقي ده رقم واحد رقم اتنين هو أنت مضغوط عن باقي فرق كرة القدم المصرية يعني هل أنت ما احتطلق مباريات مسبقة من جدول الدوري وبتلعب في وقت مش طبيعي للأسابيع اللي بتتلعب كل الفرق بتلعب فيها السؤال ده الإجابة عنده جدول الدوري نفسه نشوف الفرق لعبة كم مباراة حتى هذه اللحظة حتى تاريخ الحلقة يوم السبت 29 مايو مباريات كل فرق بالدوري 3 فرق لعب و 25 مباراة الاتحاد والمصري وغزة المحلة 9 فرق لعبة 24 مباراة من ضمنهم نادي الزمالك يعني معانا 12 فريق معظم الفرق لعبة 24 مباراة على الأقل فيه 3 فرق لعبة 23 مباراة بديه تفهم أن الفرق دي متأجلها مباراة مع النادي الأهلي وفريق لعب 22 مباراة وفريق لعب 21 مباراة هو فريق بيرامدز لأنه مشارك في البطولة الكونفدرالية ولسه مكمل ما طلعش من دور المجموعات وفريق لعب 19 مباراة وهذا الفريق بالطبع هو النادي الأهلي النادي الأهلي اللي بيدفع ضريبة تمثيل كرة القدم المصريع على المستوى العالمي وعلى المستوى الأفريقية فارغ أعتقد يا أسامة وضحنا جزء هام جدا على لسانك اللي هو وضع النادي الأهلي ليس استثنائيا ولكن احنا قلنا كان النادي الأهلي عنده التزامات واعتبارات معظم لا هو النادي الأهلي استثنائيا أنا فارس لا لا إنه هو مش استثنائيا مستثم هو عنده التزامات أجبرت وأدت إنه هو يلعب عدد المباراة ده بالشكل ده وإسامة قال الخيار كان واضح يتقعد تتفرج يتلعب الوضع الطبيعي خلال فترة لعب النادي الأهلي في المنافسات أخرى طيب تعالوا نشوف من بعد 27 نوفمبر اللي هي مباراة القضية الشهيرة وأنا أسف أني بفكرك بالذكرى السيئة دي يعني مباراة الأهلي من 27 نوفمبر 36 مباراة لعب مباراة السوبر إفريقي ثلاثة كاسة عاملة لأندي أسامة زي ما أنت قلت ده كان فترة صفر وتقول فترة طبية وإنت روحت كنت بترجع منها على قطر لأفريقيا وعشر مباراة في دولة أبطال أفريقيا بتسافر بتلعب في دور التمانية زي ما احنا قلنا ورحت مباراة سانداونز كمان عندك 19 مباراة في الدور المصري وثلاث مباراة في الكاس ده كانت في الفترة من 27 نوفمبر طب الزمالك هو قبل الزمالك هو لو كان سأل السؤال يا فارس اللي المفترض كان يسأله هو ليه النادي الأهلي لايه في 19 مباراة بس كان يبقى السؤال أكثر منطقية وكان برضو هتكون دي الإجابة هات توقيت توقيت النادي الأهلي كان ممكن يلعب فيه ومالعبش فيه المباراة اللي استعرضناها دلوقتي 36 مباراة منهم 9 مباراة خارج حدود الوطن 9 مباراة بر مصر مقابل 3 مباراة فقط لا غير لنادي الزمالك بر مصر ليه لأننادي الزمالك خرج من دور المجموعات والفرقة اللي بتلعب 32 انسحبت دي مباراة نادي الزمالك من نفس المباراة 27 نوفمبر اللي بتعتبر مجازا هي تقريبا بداية الأسبوع الموسم لأن الموسم ملتحم لعب أقل من النادي الأهلي 3 مباراة 6 دوري أبطال أفريقيا لأنه خرجت من دور المجموعات 3 كاس مصر 24 دوري مصري إذن على مستوى السيزون أو الموسم النادي الأهلي لعب مباراة أكتر كمان على مستوى الخروج خارج الوطن النادي الأهلي خرج عشان يلعب 9 مباراة مقابل 3 مباراة فقط لغير لنادي الزمالك فبالتالي النادي الزمالك النادي الأهلي هو أكثر منك انضغاطا في عد مباراة طيب احنا هنا عندنا طرحي جزء فيه النادي الأهلي مش طرف نبسط لكم الموضوع أو أبسط هولك وانت عارف طبعا الجملة دي كي تشايرها بتتقلمين أبسط هولك يا سيدي النادي الأهلي فيما يخص ما يتعلق بي هو النادي الأهلي لعب مباراة مضغوطة مكانش عنده أي مساحة زمنية يلعب فيها وملعبش طيب ده فيما يخص النادي الأهلي فيما يخص نادي الزمالك اللي انت بتشوف انه هو لعب مباراة مضغوطة ايه رأيك والنادي الاهلي غير متضرر تماما ان بما ان النادي الاهلي في بعض الفرق لعبت 24 جولة وعندك النادي الاهلي لعبت 19 نلعب نرجع نلعب مثلا الجولة العشرين وكل فرق الدوري لان هي حقها على فكرة انت طالما بتتكلم بقى عن احتراف ودول عالم اول انت بتتكلمش عن نفسها بس اهدافك التنافسية الشخصية دي تخصك انت لو بنتكلم عن اطار الدوري كله تعالي نشوف كل فرقة حقها انا مش هلعب غير لما النادي الاهلي او اكس من الاندية يكون على نفس عدد المباريات فنلعب الاسبوع العشرين مع فرقة وكل الدوري بيتفرج الاسبوع الواحد وعشرين وكل الدوري بيتفرج الست مباريات اللي امزع عليناك دول قعدوا تفرجوا احنا موافقين بس عندناش اي مشكلة طيب حتيجي تقولي لا انا ما كنت انا كنت عايز السيناريو بتاع ان انا عد اتفرج ده بس ده ما حصلش عايزوا على لسان مين على لسانك انت كعطيفي ولا على لسان نديك هو ده اللي لازم افهمه اعلامك جزء كبير منه وكان عنده رأي اخر تعالى نسمع اعلامي اخر برضو منتمل نادي الزمالك كان عنده وجهة نظر مغيرة اذا حتى فكرة ان انت تضغط غصبة عنك او انت ما كنتش عايز كده او كنت كنادي عندك تواجه اخر برضو مش حقيقية نسمع الفيديو ده ونرجع نعقب هتكسف على الدور كله مباريات لانه الزمالك دلوقتي والاسماعيل وكل الفرق هتبقى اللي عامل تانية وعشرين ماطش والعامل تسعة وعشرين ماطش والاهلي عامل عشرين ففيه او واحد وعشرين فيه تمن اسابيع موجودة زهرة كده هتبقى مشكلة عن نادي الاهلي نفسه لانه هيلعب مضغوط جدا خصوة ان كل ما زمالك بيكسب كل ما بيسبب لك ضغط ان انت عايز تكسب كل مباريات هتبقى عشان كده لو لو ادارة الزمالك تسألني قالها كنت مثلا من اسبوع عشر تيام اقول لا الموضوع في عدم تكافئ فرص لكن اما في اللحظة دي بالاداء اللي شفته في المباريات بتاعت الزمالك الاخيرة والرغبة والحماس والقتال اقول لا انا زمالك يكمل على الاقل يقدي مبارياته في شهر ستة تماما كم مباريات اللي يلعبهم ويبقى صحيحة من 28 اسبوع لكن هيبقى الاهلي ممكن ما يلعبش اي حاجة في شهر ستة وبالتالي ممكن يبقى عدد الفرق النقط داخل في 25 نقطة شكلها كتير رغم ان المباريات قليل لكن هيبقى فيه حاجة مهمة اوي بالنسبة لي انك حطط على كاهل نادي الاهلي انك تفوز اذا كان فيه طرح اخر بيرتقي ان ضغط نادي الاهلي بالمباريات اللي انت حتلعبها زيادة هيقدي نفسيا انه هو يبقى عنده جاب كبير اوي في عدد النقاط اللي عايز يعوضها وممكن ده يؤثر عليه طب ده رأي اعلامي رأيي النادي نفسه اللي استطلع المدير الفني اللي انت سبت الكلام ده كله وروقت المظلومية غير منطقية قال ايه قال وطلقى المجلس اجابة واضحة على فكرة ده على موقعك الرسمي من كارتيرون بانه وضع برنامج اعداد الفريق لمباريات الدوري والكأس خلال هذه الفترة بناء على الجدول المضغوطة الذي تسلمه منذ فترة من اتحاد الكرة ولذلك تم الاتفاق على احترام الجدول المرسل من اتحاد الكرة بناء على رؤية المدير الفني للفريق وان المدير الفني سيلتزم بالجدول الذي وضع اساسه التدريب عليه اذا هنا عندنا طرح النادي الاهلي قال ان هو مش متضرر فيه لو انت عايز تعمل اللي انت عايزه عندك طرح اعلامي اخر جواك انت شاف ان لا انا اضغط الاهلي وطرح فني اللي هو اهم من اي حاجة قال لا انا مصلحة ان انا نلعب بالشكل ده طب اذا النادي الاهلي هنا بيشتكي من ايه وانا همشيها يشتكي ومش هقول اللفظ اللي انت قلت النادي الاهلي غير متضرر حاجة النادي الاهلي ما قطحش لي يا قسامة زي ما انت قلت تلعب اي مباراة في وقت تاني وما لابهاش هو السؤال هو انت اللي بتشتكي من ايه مش النادي الاهلي بيشتكي ايه لان الحقيقة القرار الرسمي لمجلس ادارة نادي الزمالك والمدير الفني المنوط بيهم تحديد ان هم مضغوطين ولا مش مضغوطين هم نفسهم عاملين جدول زمني وعملين اعداد بدني وحطين خريطة طريق لهم على المباراة دي يلعبوها بدون اي شكوى منهم فالوحيد اللي حاليا بيشتكي حضرتك وبعض الاعلاميين اللي برضو بيفكروا بنفس منطقك ولكن في النهاية انت لك سؤال منطقي جاوبنا عليك في جزء مهم جدا من السؤال المنطقي الجزء الاخر بقى هي فين شكوى النادي الاهلي اللي حضرتك متخيل ان النادي الاهلي كل ما يضغط يطلع يشتكي انت بتتكلم عن الموسم ده صح؟ الموسم ده النادي الاهلي كان راجع من قطر بكأس العالم للاندية وكان عنده ضغط مباريات سواء يلعب افريقيا او بطولة كأس مصر وكمان هيسافر الخارج وما تكلمش مين اللي تكلم؟ نادي الزمالك تخيل نادي الزمالك هو اللي اشتكى انا مش هستخدم المصطلح التاني ده هو اللي اشتكى من ضغط المباريات هو اللي طلب تأجيل مباريات نسمع الاستاذ عصام سالم وقت مكان متحدث رسمي عن نادي الزمالك وبيؤكد الطلب والضغط على اتحاد الكرة من اجل تأجيل مباراة الزمالك وحرس الحدود 20 فبراير كان فيه كلام طبعا عرفنا منذ قليل ان طلع بيان خلاص متحد الكرة بالموافقة على تأجيل مباراة حرس حدود اللي كان مفروض تقام يوم 20 في دور 32 لكاس مصر اللي هو قبل السفر للسنغال او في نفس يوم السفر للسنغال رد حضرك ايه؟ ده اللي كان الزمالك بيطالب بيا كابتن ابو العلا من البداية يعني انه يعلم تماما ان فعلا العدم تأجيل مباراة كان يشكل ضغط كبير جدا على فرد الزمالك واجهات شديد لان الرحلة حوال 12 ساعة بالطائرة وكان ممكن يعني انت عارف لو انت حرس الحدود 20 ومباراة تونجي 23 مستحيل يعني ده ما حصلش يمكن في تاريخ مشاركاتنا الافرقية ده طبعا المتحدث الرسمي لنادي الزمالك وهو بيقول كان مستحيل اننا نلعب هنرجع لكلمة مستحيل دي ولكن في النهاية النادي الاهلي كان عنده مباراة يوم 19 مع النصر ونادي الزمالك عنده مباراة يوم 20 النادي الزمالك هو اللي طلب التأجيل مش النادي الاهلي النادي الزمالك هو اللي اشتكى لو استعرضنا صور مباراة الاهلي والزمالك في شهر فبراير وتشوف قد ايه النادي الاهلي كان مستعد ان هو يلعب مباراة النصر هتندهش لأن النادي الأهلي لعب كأس العالم للأندية ورجع لعب مباراة مع الهلال السوداني في أفريقيا يوم 16 وكان عنده استعداد عادي جدا يلعب مباراة النصر يوم 19 ولكن اللي حصل ويطلع يلعب مباراة خارجية يوم 23 لكن اللي حصل أن نادي الزمالك لما اشتكى اتحاد الكرة رفض فنادي الزمالك ضغط فاتحاد الكرة رضغ زي ما حصل اتحاد الكرة يتراجع ويؤجل مباراةي الزمالك بكأم مصر رغم أن النادي الأهلي ما تقدمش وده برضو اللي ذكره موقع اليوم السابع وقال برغم أن النادي الأهلي لم يتقدم بطلب لتأجيل المباراة فدي بالنسبة لي وقع مهمة جدا توضح الفريق اللي قادر على الضغط والفريق الغير قادر على الضغط اللي بيشتكي لمجرد مباراة كاس مصر مع حرس الحدود بالمناسبة مباراة النصر دي في وقت من الأوقات كابتن ساد عب حفيز بعد مباراة سنبا لما حسمنا الصعود لدور المجموعات طال قال أن احنا طالبنا اتحاد الكرة يقربوا لنا مباراة النصر دي ويحطوها لنا بين مطش المريخ السوداني وسنبا لأننا كنا ضمنا الصعود اتحاد الكرة رفض فاللي بيضغط نادي الزمالك واللي بيرضخ اتحاد الكرة لكن بما أننا اتكلمنا دي مباراة يا فارس مباراة الأهلي الأهلي مع بيرن 8 فبراير لعب بعد كده بعد 48 ساعة مع بالميراس بعد كده جاء لعب مع المريخ السوداني يوم 16 وكان مسافر سنبا وكان المفترض مباراة النصر دي هتتلعب يوم 19 وأهلي ما كانش عنده اعتراض مباراة الزمالك كان الزمالك بقى بيلعب واحنا بنلعب بيرن ميونة بيلعب الاتحاد واحنا بنلعب بالميراس كان مع مولدية الجزائر ثم واحنا بنلعب المريخ السوداني كان مع الإسماعيل يوم 17 وتأجلت مباراة يوم 20 كان ممكن تتأجل مباراة تتقدم مباراة الإسماعيل يوم 16 وتنزل كمان مباراة الزمالك حالس 19 لكن ده ما حصلش لكن اتقال ايه يا فارس اتقال ان احنا عندنا معاة طيارة وما ينفعش نلعب المباراة ودي ما حصلتش في التاريخ انا متفق معاك ان انت بتتكلم ان عندك سفر وعندك زرف ما يستدعي انا عايزك بقى ترجع وتحط الكلام اللي انت سمعته من عفيفي في الاول مع موقف نادي الزمالك اللي اتأجلت له المباراة بتاعة الكاس وتأجل مباراة النادي الاهلي على قوة مباراة تونجت عشان خاطر يقدر الزمالك يرايح اكبر فترة ممكنة تعال اشوف بقى النادي الاهلي لما تحط في وضع مماثل كان مين اللي اتحاد الكرة بيطبطب عليه كان مين اللي اتحاد الكرة بيساعده شوفنا مباراة الزمالك اتأجلت عشان لعيه بتسافر مرتاحة وما بقاش فيها اي مشكلة طب مباراة النادي الاهلي اللي مسافر تنزانيا عشان يلعب مع سنبا وكلنا عارفين رحلة تنزانيا شاقة ازاي ومؤسرة ومرهقة بدنيا ازاي الحاج عامل حسين اتعامل فيها بمبدأ ايه تصرف مع نفسك ما بينقجلش نطلع ونسمع الفيديو عشان نعرف مين اللي اتحاد الكرة بيحتويه كويس قوي شوف الفيديو الاهلي طلب تأجيل مباراة حرس الحدود لانه هياسافر في نفس اليوم هينفع ولا صعب لا 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 الا Become لكن صعب تأجيل اي مباراة لله حتى لو مسافر في نفس اليوم الصبح كأجيل اي مباراة الصعب يا كاتينه حتى لو مسافر القلكزاع السفر اليوم تمانية يقدر يحلها ان شاء الله الاهلي يقدر يحلها ولا ممكن تقدمها انت يوم ولا هيبقت صعب يوم خمسة ويوم تمانية هو لعب ثمانية وعشرين لعب البارع هيلعب يوم اتنين شفت مع بطل تنزانيا ويلعب خمسة مع اي امبي ويلعب ثمانية مع الحرس ويلعب المباراة ويوم اتناشر مع التنزانيا ما قدرش اقول لك غير كان الله فعونك وربنا معاك ومع الجميع ان شاء الله هيلعب يوم خمسة وحيريح يومين بس يلعب يوم ثمانية ويسافر تنزانيا عشان يلعب يوم اتناشر ويحلاه هو نادي الآله يتصرف مش مشكلة مش هينفع انا اجل للأسف نادي الزمالك هو اللي اتحط بعدها في الموقف اللي اتأجل المباراتين عشان خاطر يقدر نادي الزمالك يسافر السنغال مرتاح اعتقد مقارنة صارخة وواضحة لزي ما قلت وبكررها مين الاتحاد الكرة بيلبيله طلباته وبيحتوي طلباته بص سواء المفارقة ان هي مبارات الزمالك وحرس حدود ويمكن حتى انت فارس نسيت مبارات يوم اتنين لعبنا كمان تلت مبارات يوم اتنين ويوم خمسة ويوم تمانية وتصرفوا في تذاكر التران وبالفعل النادي الآله سافر يوم تسعة كان ممكن نادي الزمالك يسافر يوم واحد وعشرين او تتقدم مبارات الاسماعيلي وتتقدم مبارات الزمالك وحرس الحدود ليوم تسعة عشر لكن ده ما حصلش وروحنا للدور ده ليه لان الدور ده اكثر دوري بيتم اتهام النادي الآله فيه بالرفاهيات فبنوضح لكم مدى الرفاهية اللي كنا بنتعامل فيها مع الحج عامر حسين ولما الزمالك لعب كونفدرولية وكمل كونفدرولية كان مطلب عادل جدا ان النادي الآله ينهي الموسم زي ما حصل في تونس قبل افريقيا ولكن اتحاد القرى مع الرداش هنقول ليه رفض اتحاد القرى مطالب نادي الآله لكن لما نسمع الحج عامر حسين وهو بيؤكد ان الامر كان متاح الحقيقة ادينا فرصة كبيرة ان احنا نحل اكثر من المشكلة وكان فيه تصور انا اشتغلت فيه وحضرته على ان متوقف كل الكلام دوت على مؤفد مستراجيه ومصلحة المنتخب الوطني انما النهار ده اكتصلت بالمهندس هانيه بلتلما كابتن هانيه اعلن مستراجير رافض ان هو لغبة المعسكر بتاعه وبالتالي لما كابتن هانيه اعلن كده بعدت للان ده اعلنت ان احنا على الجدل اللي احنا طلعناه في الاخر هو دوت اللي ماشي مطلب النادي الاهلي كان مطلب عادل انك تنهي الدوري قبل امم افريقيا وكان الحج عامر حسين كان قادر ان هو يعمل ده وعمل التصور بس يا ترى الاساز هاني بريدة كان ليه رافض التصور ده فرسي ليك هقولك ليه بقى لان في رأيي لو امتلك عفيفي لكن يعمل كربلائيات عليه وكل حلقة يطلع ما يعملش حاجة غير انه هو يزيع الفيديو ده تخيل ليه الدوري ما انتهاش قبل كاس الامم الافريقية تخيل شخص بيتحكم في منظومة بالكامل عشان لاعب واحد اعتقد ده ما بيحصلش في دول العالم الاول اللي حضرتك بتضرب مقارنات بيها نطلع ونشوف الفيديو لا هو امارات الارضة الانشمائة المحللين هو خطأ في التشكيل طبعا وفيه لعيبة لازم تريح ومنهم اوباما لازم يريح انا بقوله تاني على الهواء لازم يريح ده مش اوباما اللي احنا عارفينه هل هو مجهد هذ هو شبع كورة يعني ايا كان لكن لازم لعب زي اوباما لازم يريح شوية ولازم يتقل فرجاني الساسي مش انت فرجاني الساسي اللي احنا اجلنا بطولة الدورة غيرت ما تخلص متوش تقوتيجي والاصابة بتاعتك تخيف منها ففيه لعيبة محتاجة وقفة مش انت فرجاني الساسي اللي اجلنا البطولة عشان ترجع من الاصابة بتاعتك ما خلناش تنتهي قبل كاسة الهمة الافريقية انت متخيل الكلام اللي بيتقال ما انت طبيعي هتشتكي من ايه ما انت لازم ما تشتكيش للتحاد الكورة لانه قريدي كانت كل حاجة بتتعمل عشان خدمتك ونادي الاهلي تطلع قضيته وقتها عادلة وياخد حكم من مركز التسوية والتحكيم بمية وكمسين الف جنيه غرامة على اتحاد الكورة لان كلام النادي الاهلي كان صح ولان كان فيه فرصة تنتهي البطولة قبل كاس الامم الافريقية اعتقد كانت رسالة قوية لعفيفي عشان يعرف فيها كويس قوي مين اللي ما كانش بيشتكي ليه ورد كان واضح وصريح من الاهلي خط احمر وان عدتم عدنا نطلع لفر